موسيقى عزائنا المشاهدين أهلا وسهلا فيكن بحلقة جديدة من صحتك بتهمنا اليوم بدنا نحكي عن البروستات ضيفنا العزيز هو الدكتور حبيب حسكيال يلي اختصاصي في الصحة العامة منذكر أنك مجاز بالعلوم من الجامعة الأمريكية في بيروت ومعك ديبلوم في الطب من أكاديمية كاونس الطبية أهلا وسهلا فيك مجددا معنا أهلا فيك اليوم بدنا نحكي عن مرض البروستات يلي هو يصيب الرجال في عمر شوي لاحق بالحياة وإذا فيك ممكن تفسرنا ما هو هذا المرض البروستات هي غدة موجودة في أسفل المثانة البولية فالبول لما بده يمر إلى الخارج يمر عبره المشاكل التي تتعرض للبروستات بشكل مبسط هي نوعان نوع هو التهاب البروستات يلي ممكن يجي في أي عمر كان عند الشباب وعند الكبار في العمر بيصير فيه التهاب البروستات وبيصير فيه عوارد الالتهابات من حرارة وألام عند التبول أو عدم قدر على التبول مما يستدعي اللجوء إلى الطبيب للعلاج والتشقيص والعلاج وبتنحل المشكلة قد يكون هذا الالتهاب حاد فجائي وقد يكون مزمن معه من وقت طويل وما يحس فيه المريض والمشكلة الثانية التي هي أهم هي تضخم البروستات تضخم البروستات قد يكون حميد وقد يكون غير حميد نحن نعرف أنه مع تقدم الرجل في العمر بعد الخمسين عام يصبح عنده تغيرات هرمونية هذه التغيرات الهرمونية التي تصبح عند الرجل تؤدي إلى تضخم في البروستات هذا تضخم إذا كان حميد يؤدي إلى عوارد ولا مشاكل صحية فيه مشاكل خطيرة ولكن المشكلة تكمن إذا صار فيه خلايا سرطانية في هذا التضخم بما أن هذا المرض هو مرض صامت عوارد وبسيطة هون تكمن الخطورة يعني هي عوارده بس عوارد تضخم البروستات الحميد هي القيام في الليل أثناء الليل مرتين أو ثلاث مرات أو أكثر للتبول نعم خلال النهار بيدخل إلى الحمام للتبول ولما بيظهر بجعب يحس أنه لازم يدخل مرة تانية وبيحس أنه ما عم بيصير فيه إفراغ للمثانا البولية كامل ضغط البول يخف في نهاية التبول بيصير فيه تشرشر للبول لأنه ما عم يوقف فجأة البول عم يدل فيه دربلين يعني تنقيط للبول نعم المشكلة تكمن هون أنه الأشخاص لا يحسون في هذه العوارد لأنه عم تصير تدرجيا مش فجأة كان أضغط البول قوي وخف ولا فجأة صار يقوم ثلاث مرات على التواليت ولا فجأة صار فيه دربلينج اللي هي تشرشر الآخر البول نعم كلها عم تصير تدريجيا مع تقدم العمر مشين هيك الإنسان لا يشكو منه إلا إذا إحنا سألناه عنه بيقول إيه وهو عم يعبر عن هالمشكلة هايدي هو برأيه هايدي مانا مشكلة هايدي بسبب تقدم العمر بسبب الزمن وهو صار معوض عليها معوض لقوم مرتين ثلاثة على الحمام ما بقى يعادة مشكلة مانا مشكلة بالنسبة لأنه صار تدريجيا حصلت معه نعم هالمشكلة هاي بتبلش عند الخمسين سنة من العمر وقد تتقدم فيئة التضخم مما يؤدي إلى انحصار البول بيوصل لفترة ما بيعود في قدر إيبول ما هي أسباب هذا المرض؟ أسبابه إلنا هي التغير الهرموني اللي بيحصل بالجسم مع تقدم العمر فقط فقط الخطورة تكمن أنه كل ما تقدم الرجل في العمر هناك نسبة أكبر أنه يصير فيه خلايا سرطانية داخل البروستات فإذا منيجي مناخد رجال على التسعين سنة من العمر منيجي أنه معظم هؤلاء الرجال عندهم خلايا سرطانية داخل البروستات ولكن الخطر الأكبر أنه تمتد هذه الخلايا السرطانية إلى خارج البروستات إلى العظم في أسفل الظهر وتنتشر في الجسم كمرض سرطاني خطير جدا علاجه صعب جدا ويؤدي إلى الوفاة بسبب هذا المرض نعم إذن لازم الرجل ما بعد الخمسين سنة تقريبا كمعدل يتوجه إلى الطبيب أو إلى اعتماد فحوصات ضرورية لفحص هالغدة يلي اسمها البروستات نعم تيتابع إذا تدخم معه أو لا هيدا حد العوارد نعم بعد الخمسين سنة يجب على الرجل أن يقوم بالذهاب إلى الطبيب بفحص البروستات الفحص البروستات تتكون من جزئين الجزء الأول هو اللمس البروستات حيث يقوم الطبيب بلمس البروستات بإصبعه وتحسس البروستات لمعرفة إذا كانت قاسية أو لينة أو فيها نطوئات نعم والقيام بفحص الدم يلي هو بي أس اي بروستات سيروم أنتجين لحتى يشوف إذا كان فيه ارتفاع في هذا المعدل إذا كان فيه ارتفاع في هذا المعدل كبير هذا يعني أنه فيه خلايا تنتشر من البروستات وقد يكون احتمال فيه خلايا سرطانية إذا كان فيه تدخم في البروستات وارتفاع بسيط بالبي أس اي هذا يعني أنه بسبب تدخم البروستات زادت شوية البي أس اي طبعه فمع التحليل وارتفاع كبير نسبيا في البي أس اي يستطيع الطبيب أنه يحدد أنه معقول يكون عندنا خلايا سرطانية فيقوم بأخذ خزاعات من البروستات لتحديد إذا كانت خلايا سرطانية أو غير سرطانية يعني بنزرع بيبين نعم بيخذ مننا خزاعات مباشرة عبر الشرج نعم فبهالطريقة هاي ده نستطيع أن نقدر إذا كان تدخم حميد أو تدخم سرطاني عم بيصير نعم يعني أكيد إن شاء الله بيكون حميد بس إذا كان سرطاني يعني موضوعه خطير ولازم معالجته على السريع بيكون خطر إذا أهمل وإذا ما لقتناه بالوقت المناسب نعم بس إذا نلقت الوقت المناسب علاجه سهل نسبيا علاجه سهل وتخلص من كل العوارد أفضل هي المهم أنه يكون له علاج يعني المهم أنه نلقته بوقت معين تنقدر نعلجه نعم هلأ لن نتوقف للحظات ونرجع من تابع حديثنا أعزئنا المشاهدين ضلوا معنا بعد هالفاصل شكراً نرجع منتبع حلقتنا معكم مع الدكتور حبيب وموضوع البروستات دكتور قبل الفاصل نولنا موضوع حكينا عن البروستات وعرفتنا عن هالغدة التي تتضخم ممكن يكون تضخمة حميد وممكن يكون سرطاني من بعد ما نشخص المرض هلأ بدنا نتنيوى الموضوع كيف نقدر نتجنب يعني تضخم هالغدة البروستات يعني هل للتدخين مثلاً علاقة مباشرة بتضخم البروستات السبب الأول لتضخم البروستات هو تجاوز عمر 50 سنة والتغير الهرموني اللي بيصير صحيح هل علاقة التدخين في الموضوع التدخين سيء جداً للرئتين ولارتفاع ضغط الدم وللشرايين وهناك علاقة وثيقة بين التدخين وسرطان المثانة البولية نعم يعني عم نلاحظ أن المدخنين يصابون بسرطان المثانة البولية أنه في مواد كيموية عم تنزل مع البول عبر المثانة وتظهر وتسبب سرطان المثانة البولية نعم هلأ تجنب تدخم البروستات هو أنه ما يوصل الواحد على 50 سنة هذا هو العامل الوحيد نعم ولكن كل العالم رح توصل على 50 إن شاء الله إن شاء الله كلنا بيوصلوا ولكن كيف نتجنب العوارض يلي تصيب تدخم البروستات نعم هناك عادة عند الناس لازم يتبعوها أنه عند الرجال والنساء هي إفراغ المبولة المثانة البولية عند الحاجة يعني عدم حصرة عدم حصر البول لو وقت طويل هذه المشكلة عم نشوفها عند الأولاد في المدارس في أولاد ما بيروحوا على الحمامات في المدارس بينطروا الاحتي يروحوا على البيت في وقت طويل وبتعملهم مشاكل التهابات بالبول ومشاكل في المثانة ومشاكل في الكلا فيجب تشجيع الأشخاص على استعمال الحمام عندما تدعو الحاجة فورا وعدم الانتظار يكون ذلك بتوفر الحمامات في الأماكن العامة في المولات في السوبر ماركات إن الإنسان يستطيع استعمالها في كل وقت نعم هذه طريقة من الطرق هلأ شو بدأ نعمل لحتى نتجنب هالتضخم صار في عنا تضخم يجب درسه إذا كان حميد أو غير حميد نعم إذا كان حميد في العلاج إذا كان غير حميد في العلاج هيدا الشيء اللي فينا نعمله نعم هلأ غير هول العوامل يلي بتأثر كيف منقدر قبل ما نوصل على شق العلاج يعني كيف منقدر نحد يعني عنا تضخم حميد غير علاج شو منقدر نوقف ترجع لحجمها الطبيعي هلأ في كتير مقولات أو في كتير آراءة تطلع عن مواد معينة موجودة في بعض الأطعمة أنه هي بتخفف من تضخم البروستات أو بتحد من تضخم البروستات أو لا تؤدي إلى تضخم أدية صحة الحديث يعني نحن بالطب كل شيء لم يخضع للدراسة العلمية والمقارنة ما فينا نعتبره يعني العادات القديمة نحن منحترمها ومنسمع لإله ولكن ما فينا نحن مصفة للناس لحتى يتبعوها لأنه ما في عليها دراسة علمية مثبتة موثقة أنه هذه حقاً تفيد أو لا تفيد يعني مثلاً أنا سمعت عن البندورة نعم أو صلصية الطماطم نعم لأنه هي فيها مادة اسمها ليكوبان نعم هي مظبوط تحمي خلية غضية البروستات هلأ ما في دراسة علمية عليها نعم قد تكون تحمي قد تكون لا تحمي ولكن نحن إذا ما في دراسة علمية عليها ما فينا نتبعها ما فينا نقول للناس استعملوها كرميل هيك في عن فيتامين سي كمينا نعم فيتامين سي وفي كتير أدوية مركبة من الأعشاب يقولون أنه تساعد على حل المشكلة نعم ولكن ليس هناك من دراسات علمية عليها مشان هيك نحن ما فينا نتبعه طب دكتور كمينا هل مع تقدم الأكيد بالرجل بالعمر هل كمينا التقطيع في البول يعني بيصير فيه تقطيش بالمجاري البولية كمينا هلشي بيأدي إلى البروستات نعم هاي دي من العوارض التدخم في البروستات اللي يصير فيه تقطيش بالبول نعم فبشي هيك نحن أول فحص نطلبه قبل ما يعمل فحص دم فيه بيروح على المختبر أو على المستشفى وبيعمل تبول فيه جهاز وهالجهاز بيأيس كمية تدفق البول وسرعة تدفق البول لحتى نحدد إذا كان فيه انقفاض في مستوى التدفق أو التدفق طبيعي لحتى نشوف إذا كان فيه شيء انسداد في مجرى المثانة عم يمنع البول يتدفق بشكل طبيعي هاي دي بتحدد لنا المشكلة ولما منعطيه علاج لإله منحدد أداشة تحسن إذا بعدين منرجع نعيد الفحص نعم في دراسات أجريت على رجال بالولايات المتحدة وليقوا أنه نسبة البروستات التي يصاب فيها الرجال في بلاد الغرب أكثر منها ببلاد الشرق وآسيا من طريقة صحة الأكل هالشيء نعم هلأ في دراسات تشير إلى أنه بعض العروق عرق الإنسان أو بعض الأجناس من الناس تصاب أكثر من غيرها ولكن يعني سبب يعود إلى العرق ذاته أو طريقة بس ما فينا نقول أنه هذا العرق ما ناخد كل شخص على حدة هذه الفكرة فينا ناخدها كدراسة إحصائية نسبية ولكن ما فينا نجي نقول أنه هذا الشخص لأنه من هذا العرق ما رح ينصاب بتضخم للبروستات أو هذا الشخص من هذا العرق ما رح ينصاب بتضخم البروستات بس من ناحية طريقة الغذاء يعني الغذاء الصحي هو الأفضل لصحة الإنسان لجسم الإنسان كاملا للبروستات القالب الشريين لكل أعضاء الجسم والغذاء المشبع بالدهون والغير صحي يؤدي إلى أذى في كل الأجهزة في الجسم نعم وأهم شيء الزيارة الطبية لفوق الخمسين سنة بحالة البروستات نعم بعد الخمسين سنة نشدد عليها يعني لأنه تعرف الواحد بيهمه لشوي صحي بعد الخمسين سنة ننصح بزيارة الطبيب للقيام في فحص لمس غدة البروستات يكون فيها الطبيب وتحليل البي أس اي نعم على ضوء هالتحليلين على ضوء العوارض اللي يمكن أن يعاني منها المريض قد يكون الطبيب بيطلب صورة فوق صوتية للبروستات ويقوم بخياس كمية البول قبل وبعد إفراغ المثانا لحتى نشوف قد يبقى بول بقلب المبولة لأنه كلما كانت الكمية أكبر عم تبقى معنات المشكلة أكبر كلما كانت الكمية أكبر فيه خطر أكبر يصير فيه عنده التهاب في المثانا لأنه البول النائم اللي معهم يظهر هو مرتع جيد للبكتيريا التي تتكاثر وقد تصعد هذه البكتيريا إلى الكلا وتسبب التهاب في الكلا مشكلة البول وتقطع البول ما بدأ ننسى أنه معقول يكون في عنا مشكلة بالمبولة ارتخاء في المبولة أو نشاط زائد في المبولة عم يعملنا مشكلة البول فبدي يكون في عنا التشخيص جيد لتحديد المشكلة لأنه فيه ناس بيجوا عندهم مشكلة بالبول نفكر أنه عندهم مشكلة بالبروستات نعطيهم علاج للبروستات ما بيصحوا نعطيهم علاج للمبولة بيصحوا بيكون مشكلتهم بالمثان البولية شكرا نتوقف للاحظات مع الفاصل بقوا معنا عزقنا المشاهدين منتبع حديثنا مع دكتور حبيب عن البروستات قبل الفاصل دكتور حكينا عن البروستات وكيف يتم تشخيصه هلأ منصال للشئ الأخير الذي هو علاجه نعم يعني بالحقيقة نحن نستعرض موضوع كبير بوقت قصير صحيح لحتى نعرضه للمشاهدين حتى يكون عندهم فكرة عن الموضوع العلاج يتبع التشخيص فإذا شخصنا أنه فيه تضخم حميد للبروستات يبدأ العلاج فيه تقطير كحجم البروستات إذا كان حجم البروستات كبير كتير فيه إلى أدوية إذا كان حجم البروستات عادي تضخم عادي فيه إلى أدوية هالأدوية بتساعد أنه تخلي البول يمر عبر البروستات بشكل أفضل وتخف العوارض الاستيقاظ في الليل والذهاب تكرارا إلى استعمال الحمام نعم إذا شفنا أنه هالأدوية هذه كانت مفيدة وقبل تقريبا عشر سنين هالأدوية ما كانت موجودة وكان اللجوء إلى العمل الجراحي فور تشخيص المشكلة لأنه ما كان فيه علاج تاني ولكن مع وجود الأدوية قد نتفادأ العمل الجراحي كليا إذا شفنا أنه هذه الأدوية ما عم بتساعد والتضخم البروستات عم نحكي عن التضخم الحميد يمكن أن يكون هناك تدخل جراحي تدخل الجراحي اللي كان يستعمل قديما وبعده عم يستعمل في بعض الحالات هو إزالة البروستات كليا بيعملوا عملية بيفتحوا البطل بيشيلوا البروستات كلها كاملة وبتكون خلصة العملية هذه عملية كبيرة عملية ليست سهلة لا على المريض ولا على وقت العلاج والاستشفاء الذي يجب أن يتبعه بعض العملية يعني بده وقت راحة طويل بده وقت حتى يرجع إلى عمله وقت طويل وفي عمل نفسي أكيد بالإضافة أنه تقريبا في نسبة 20% أنه يصاب في عجز جنسي بعد هذه العملية نعم حاليا هناك طرق متطورة أكثر تقوم على عمل جراحي من داخل القديب الذكري بيفوتوا بالنظور وبيشيلوا من داخل البروستات لتوسيع المجرى وهذا عمل بحاجة إلى وقت قصير بحاجة إلى وقت للاستشفاء من بعضه للراحة من بعضه قصير جدا ويعاود ويزاوي العمله بوقت أكثر بكثير من العمل الجراحي الكبير لكن ليش بعدنا بنعمل العمل الجراحي الكبير كل عمل له أسبابه فمنحسب الأسباب الموجبة لهذا العمل هذا من ساعة الطبيب بيختار أي عمل هو أفضل للمريض إسالة البروستات كاملة أو فتح المجرى عبر القديب الذكري وبهذه الطريقة بيكون حصل على العلاج الأفضل لإله حتى ما يصير في عنده انسداد في مجرى البول لأنه الانسداد سيؤدي إلى وضع ميل لإفراغ البول وإذا تعثر وضع الميل فتح ميل ما فوق المبولة حتى إخراج البول منها لأنه الاحتقان يؤدي إلى احتقان إلى الكلة وإلى تضرر قوي للكلة ونحن ما بدنا نوصل على هذه الحالة بالإضافة لهذا الشيء إحتقان البول يؤدي إلى تضخم في المثانة البولية ومع الوقت كمان المثانة البولية بعد وقت معيها تضعف وبتصير ما عندها قوة لإحتمال البول ولإخراج البول منها يعني بصير في عندنا كان عندنا مشكلة بسيطة صار في عندنا مشكلة كمان بالمثانة البولية أو المشكلة عم بتزيد هنا فعندنا العلاج الطبي الدوائي في معظم الأحيان علاج ناجح يؤدي إلى النتيجة والمريض بيحس بعد شهر أو شهرين من العلاج أنه تغير لما نسأل المريض كيف كانت هو برأيه أنه كل شيء طبيعي لأنه العوارض عم تصير على مهلة مش فجأة ولكن لما بيأخذ العلاج نسأله كم مرة عم تقوم على الحمام كم مرة عم تروح عن الحمام بنهار بيصير يلاحظ الفرق أنه في شيء تغير وبيلاحظ الفرق أكثر لما لسبب من الأسباب بيوقف العلاج طبعه فبوقف العلاج طبعه فترة من الزمن بيلاحظ أنه العوارض عم ترجع لأله في حال تشخيص سرطان البروستات أهم شيء أهم شيء يكون ما صار فيه امتداد الخلايا السرطانية إلى العظم لأنه دغري تمتد إلى العظم أسفل الظهر إذا ما صار فيه امتداد لأله بيصير فيه استقصال كامل للبروستات بهالاستقصال الكامل منكون نحن خلصنا من المشكلة خلصنا منا على طول يعني هون لابد من اللجوء إلى بحالة وجود خلايا سرطانية نعم نعم هلأ في حال استقصال هالبروستات كلها ممكن نحط بروستات إصطناعي ما في داعي للبروستات الإصطناعي يتم وصل مخرج البول بالمثاني مباشرة نعم اللي بيصير هو نسبة العجز الجنسي بعد هالعملية هايدي خفت كثير عن الأيام السابقة بسبب التقنيات الجديدة المستعملة فنسبة العجز الجنسي عند الرجال بعد العملية صارت أخف بكتير ولكن القذف يصبح إلى المبولة مبعد القذف إلى الخارج نعم يعني بيصير الحيوان المنوي عند الممارسة ما بيطلع لبرة بيصير يفوت مع البغل يرجع لورا لأنه شغلة وظيفة البروستات إفراز السائل يلي بيصبح فيه الحيوان المنوي لا يطلع لبرة نعم وهيك منكون حدينا المشكلة نهائيا اخلصنا من المشكلة كثير مهمة يلي هي إذا صار في امتداد إلى سرطان إلى العظم هذه تؤدي مشكل أكبر وتؤدي إلى الوفاة إلى الوفاة نعم لأنه هذه خطرة جدا نعم نشكر حضورك معنا دكتور كثير شرفنا حديثك وإن شاء الله يكون أكبر عدد من المشاهدين استفادوا من هذه المعلومات التي كثير جيدة تخص الرجال بشكل خاص نعم يعني إن شاء الله نكون دوينا على هالموضوع إضاءة بسيطة لأنه موضوع كثير كبير ومتشعب وبلغ اختصاصات نعم ولكن تعريف الناس عنه توعية الناس شغلة مهمة جدا نشكرك عن جديد أهلا وسهلا فيك على أمل اللقاء بك بحلقات لاحقة نشكركم أعزائنا المشاهدين لمتابعتكم حلقتنا لليوم على أمل اللقاء بكم بحلقات لاحقة كمان بتتناول المواضيع بتهم صحتكم نشكركم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة